ثم جزء مهم في الكنيسة الأولى هي الضيافة تعرفوا كانوا يتجولوا الإخوة من مكان إلى مكان وفي محطات تسمى محطات الراحة أو الاستراحة وفي ناس عندهم موهبة الضيافة يعني الضيافة كل واحد مدعو أن يكون مضياف بس أغلب الناس عبيد وأغلب الناس فقراء بس في ناس عندهم الحال المنيحة وعندهم الإمكانيات لأنه خلي بالك حتى الأغنياء كان عندهم خدم ففي محطات راحة اللي كانوا يدعو الناس إلى بيوتهم كان فيه اهتمام بالأرامل يعني اليوم فيه الخدمات الاجتماعية وكانوا بيهتموا بالفقراء وهذا الجزء من الممارسات المسيحية هي الضيافة كان فيه شيء اسمه يسمى وليمة المحبة وكان عادة الناس بتشارك الممتلكات كان يبيعوا الممتلكات لأنه كان يؤمنوا الرب يسوع جاي في أي لحظة ما فيش داعي إنه نتمسك بأي شيء على الأرض حتى يساعدوا الفقراء